مجددا تعود مسقط إلى الواجهة لتحريك الجمود السياسي من خلال مساعيها مع الحلفاء الدوليين لاستئناف ملف المحادثات السياسية وتقريب وجهات النظر بين الأطراف اليمنية وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي قال في لقاء متلفز إن سلطنة عمان تمتلك قناعة تامة بحتمية إيقاف الحرب في اليمن وذاك ما يدفعها قدما لتحريك الملف السياسي بهدف التوصل إلى محطة سلام تستقر فيها البلاد لتطوى حقبة الصراع الدائر منذ ست سنوات وجود حالة من التنسيق المستمر والإيجابي مع المبعوثين الأمريكي والأممي إلى اليمن في ظل تطابق وجهات النظر حول ما يجب فعله يشكل عاملا مساعدا على حلحلة العقد والدفع بالعملية السياسية إلى الأمام حد وصف البوسعيدي تصريحة وزير الخارجية العماني هذه سبقتها إحاطة قدمها المبعوث الأممي الخاص لليمن هانز جورندبرغ لمجلس الأمن قال فيها إن أطراف النزاع متوقفة عن مناقشة أي تسوية سلمية شاملة منذ العام الفين وستة عشر داعيا إياها إلى الانخراط في حوار مباشر وغير مشروط حراك دبلوماسي يتجدد تزاملا مع دعوات لإيقاف الانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين أبرزها دعوة منظمة هيوم الرايتس ووتش المبعوث الأممي إلى وضع ملف الانتهاكات في أولويات محادثاته خصوصا بعد أن تسبب الصراع في حصد أرواح قرابة ربع مليون يمني في ظل أسوأ أزمة إنسانية في العالم ومع كل جولة محادثات سياسية يستبشر كثير من اليمنيين بانتصار الحوار والسلام على أمل أن تطوى حقبة الصراع لكن صوت البندقية يعود ليبجد كل المساعي والجهود الدبلوماسية فهل نشهد هذه المرة وجها آخر لهذه الجهود يفضي إلى سلام تتخلص فيه البلاد من ركام الحرب ونيرانها ترجمة نانسي قنقر